بس فأنا كان نفسي تبقى عناية الوان تانية مش عصلي فبعو دالبس لانسيز بقى بحبها أقول وشغلتي مساعدين يعني بغير كاركتورز فكل شوية بابقبلوك فبخلي البنت دي لون عناية غير اللي قبلها غير اللي قبلها طب انت كم ممكن تقولين نقاط دالون عناية لا ليه بجد دالينسيز ايوه لبستها في وعد ومن ساعتها ما غيرتاش هنطلع فاصل إعلاني أخير ونرجع تاني ومستمتع جدا مبهاز دي ما بيجناش زباين كده اللي انت اسألة هتجاوب تعترف مع أول ألم يعني مفيش على طول عند محمد بيفحص بالهرب على طول على ايوه بينا عقول عن كل حاجة مستمتعين جدا ومعنا أسئلة كتير هنقراها من الروابط النهاردة طبعا ألترس ألترس مياوي كله بيسأل وكله بيعايز يفهم حاجات كتير خلينا اطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني ابقوا معنا معنا اتصال هتفي مين معنا ألو؟ 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 أسأل نور؟ أسأل نور؟ أيوه؟ أيوه يا فندم؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله إزايك يا عمر باشي؟ مين ده الصوت ده مين؟ مش عارفة مش عارفة عارفة حيك ممكن تتكلم شوية؟ هتكلم أولي بالضبط يا عمر؟ يعني أقول مثلا إن أنا فخور بالإنسان الحلف لعدة قدامة دي لأنها باختصار شديد ومن الآخر يعني روح اللي بتنفسها وعيني اللي بشوف بيها مين؟ عينك اللي بتشوف بيها وروحي في الجنة كلها لأنني مليش حد غيرها يا عمر ده باباك ده باباكي؟ ده باباكي؟ ده باباكي؟ ده بابا يا عمر ده بابا يا عمر قلنا برضو نجيب بابا يبقى موجود عشان يعني يا بابا إزايك يا مين؟ عمل إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي أنا بس عايز أقول كلمة تغيرة ليكي في حضور عمر وفي حضور جمهورة الحلو ده؟ أنا فخور جدا بيكي وباللي عملتيه لغاية دلوقتي بتأسفلك عن الفترة اللي بعدنا فيها عن بعض كتير وكنا بنشوف بعض كل سنة ويعلم الله كنت عقلي وكياني فخور بيكي عشان عملتي كيان وشخصية وحاجة حلوة في وسط الناس اللي عمالك عطوالفان ربنا يزيدك اللي عايز أقوله يا عمر كمان إن الإنسانة دي هي بتفتر في كل حاجة وبتقلق قوي قوي في شغلها أكثر حاجة بتديرني دلوقتي إنها بتبقى قال أنا وأنا من جوايا خايف يعني من عمل لعمل ما عندكش فكرة بتقوله عملة إزاي يا عمر دي بتعايت باللنسس دلوقتي حاجة تانية عايز أقولك يا عمر إن أنا فخور بمية واللي عملته وكان فيه فترة عمف وكن ما حدش يعرفها كنت فاعتها بخاف على مية أوي لأنها كانت يعني ما بتنزلش الشرعة تعادل الوحدية ما بتشتعرف حاجة على الدنيا ثم دخلت في الفن قالت يا بابا يعني أنا تعلمت كتير دلوقتي بعض مع أسلان بعدين على طول بعرف الإنسان ده طيب وحش ودي حاجة تبصدت لها يا عمر قوي والنقه الثمان ما عليش أنا مش عارف أدت التناني حاجة وضي الشكر لولدتها السطر العظيمة اللي مقدار سنكر كربيتها لمي وتوجيها لمستقبلها ربنا وصاها وديها الصحة إن شاء الله تفرح بيها فرحها وتشيل عيالها إن شاء الله والله يا عمر يعني ربنا حاجب لك يعني حاجب لك كيل وفزبوسة وزينة الغيب عندك بس ما تنساش القشط عندكم قشطة فوزة والله يا عمري بالليل ما فيش حاجة في قلبي ولا في تفكيري إلا الحتة دي عشان أشوك بس انتاج مية الزيتين دي بيصغير كده وربنا يخلي لها أختها وجوز أختها ويكملوا مع بعض في الدنيا يا رب ربنا يخليك ليا يا عباب ربنا يخليك ليا يا عباب مش عايز تقولي لبك أي حاجة ربنا يخليك ليا ويديك طلط العمر وتفضل دايما الجنب ربنا يخليك ربنا يخليك يا مائي عمري مرشي على المداخلة وانا آسف ان انا عطلتك عن طلط لا يا فندم عطلت ايدي انت نورتنا هاتوا من اديلي يا جماعة السنة بتساحة ربنا يخليك ويديك الصحة بأي مش شكراً لك فندم سانقées